هو البرنامج الحمد لله والشكر لله وده فضل وعدل من عند ربنا انه يتشاف كويس يتشاف كويس ليه؟ ده بقى وجهة نظر متواضعة بسيطة لانه بيتكلم بلسان حضرتك لانه مفيش في لفزلكة ولا حزلقة ولا في ترويج شائعة ولا في عدم تيقن ولا بنقول حاجة ما هياش متكاملة ده برنامج الكل بزل فيه مجهود علشان يوصل لحضرتك صح يعني ايه يوصل لحضرتك صح عزيزي المواطن؟ سيدي المواطن وانا من الناس اللي مقتنع بان المواطن هو السيد دائما يوصل صح يعني يخدمك ويدي لك معلومة ويسمح لك بالمنقشة والتحقق والتبين مش دايما كنا نقعد نقول في البرنامج ده دور ورايا اتأكد تيقن تحقق ده اللي نازم دايما تعمله في اي حاجة ايه قريت حاجة؟ تحقق وتأكد سمعت حاجة؟ تحقق وتأكد شفت حاجة؟ تحقق وتأكد تحقق وتأكد البلد كل حاجة فيها بتتغير يا جماعة واظنها بتتغير لا مش باظنها عندي يقين كامل انها بتتغير دايما للأفضل وبتتغير للأفضل بكتير كل اللي احنا شفناه في بلدنا خلال السبع سنين دول بيقول ان البلد بتتحرك لقدام بيقول انها بتتغير احساس المواطن بانه رئيس الدولة على سبيل المثال هنا للحصر سمعك وشايفك وحاسس بيك وبألمك او بأملك شوف هنا بقى نفس الحروف ولكن اختلفت ألمك يحس بيه وأملك برضو حاسس بيه فيحاول ان يلبي الطموحات والآمان ويحاول ان يمسح هذه الأوجاع والألام فتيجي قصة صاحب التاكسي اللي حضراتكم اكيد عارفين القصة بتاعته واللي شم ريحة الحريق وبسرعة هرب من التاكسي بأمر الله سبحانه وتعالى وبقراته قبل ما التاكسي يحترق ويتفحم زي ما حضراتكم شايفين على الشاشة حلو قد تبدو دي حدثة عادية ممكن تكون بتحصل كل يوم احنا بنتكلم هنا على 27 محافظة في جمهورية مصر العربية احنا بنتكلم على اكتر من 100 مليون مواطن انا معرفش عدد سيارات التاكسي او سيارات الأجرة في مصر قد ايه لكن بالتأكيد هي مئات الالاف او كل مليون او اتنين زي ما يطلع مش دي المسألة يعني وارد ده يكون بيحصل مرة كل اسبوع وارد وارد لا المهم انه لما حصل حاجة زي كده في بني ادم راجل محترم بيكل عيش من على التاكسي ده تحدث عن واجعه او قلمه زي ما قالت كده ده عم سلمان حسين سلمان قالك انا حسيت ان حياتي بتروح كده خلاص مش حياته بتروح لانه التاكسي كان هيتحرقه هو جواه لا لقم تعيشه السبب اللي بيفتح منه بيته واخبالك فتجد انه رئيس الجمهورية بنفسه يعني الرئيس يصله الموضوع فيبدأ يدي التوجيهات للمكتب المكتب يبدأ يتحرك نروح نلاقي الناس بتاعة حياة كريمة تصدر البيان بانه بناءا على توجيهة السيد رئيس الجمهورية يحصل واحد اتنين تلات اربعة اغاثة هذا الرجل ده اولا وشراء عربية جديدة ليه عشان الراجل ياكل عيش والدة هذا الرجل والدة عم سلمان حسين سلمان وجهت الشكر الحقيقة اللي فقامت الرئيس عبدالفتاح السيسي اللي استجابته لازمة ابنها